صباح النصر والحمد لله رب العالمين وصباح الفرحة والاحتفال بالنجمة العشرة الجميلة اللي أسعدتنا كلنا وحقول التسعة والعشرة كمان مع بعض هنتكلم بقى بالتفاصيل شوية عن اللي حصل مبارح وفرحة جمهور الأهل الكبيرة بناديه بمجلس إدارته بلاعدته بعد الشكل الجميل الشكل الحضاري اللي ظهر عليه حفل النجمة العشرة حقيقي بالأمس واللي احتضن وملعب مختار التتشو بصراحة لو هنتكلم بقى بجد حاجة تشرف الله العظيم أنا بقى للي حضراتكم الصورة من الداخل والكواليس اللي شفناها مبارح كلنا الأسرة الأهلوية موجودين في النادي شفنا حالة كبيرة جدا من الحب يعني بين الجميع الناس كلها اللي بتشتغل قناة الأهلي والنادي الأهلي والموظفين هنا والموظفين هنا والناس اللي بتشتغل في النادي والجماهير اللي موجودة يعني مشهد في غاية الاحترام والاحتراف خلينا كمان نقوله احنا بنتكلم عن تكريم لفريق الكرة بعد إنجاز عظيم تحقق يعني العام الحالي هو الفوز بالبطولة الأكبر بالقرة دوري أبطال أفريقيا وتأهل كمان لمونديال العالم مع الكبار على فكرة بس عايزة أقول حاجة كمان يعني احنا عمليين نقول كلمة إنجاز غيادي عن حق ومش مصطلح بنستخدمه وخلاص إنجاز لأن عدد البطولات القرية بقى كبير قوي يا جماعة وبقى بعيد قوي عن أقرب كمان المنافسين زي ما حضراتكم عارفين ونظرة جمهور الأهلي بقت خلاص يعني على لقب الأكتر تتويجا في العالم اللي هو عارفين ومين في العالم مين ريال مدريد فشيء أعتقد يعني من حق جماهير الأهلي أكيد ومبارح مشاهد كتير قوي بقى عايزة أحكي لحضراتكم بعض التفاصيل عنها يعني خليني أبدأ كده من بداية إن إحنا دخلين النادي طبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي كان عامل يعني رولز أو ريستركشنز أو قواعد معينة وكان فيه لست بالحضور معينة ويعني زي ما حضراتكم تقوله كده كان فيه تجديد شوية على الحضور وده في الأول وفي الآخر علشان طبعا الإجراءات الاحترازية ولازم كان النادي الأهلي يعني يقيم الاحتفالية بالأمس بحضر شديد ولكن بقى بغض النظر عن كل ده جماهير الأهلي كانوا موجودين برة صور النادي عايز أقول لحضراتكم إحنا دخلين أصلا الناس كانت مبسوطة وفيه ناس كانت بتهتف وكل شوية لما بيشوفوا حد يعني من رموز الأهلي اللي داخل بيسقفوا كان فيه فرحة كبيرة جدا مبارح بجد وبعد ما ندخل ونلاقي تنظيم العظيم جدا واللي فيه يعني شكل كبير جدا من الاحترافية ودخلنا وسلمنا على الناس وبعد كده الحفل ابتدى وطبعا إحنا كنا مغطيين في قناة الأهلي الحفلة يعني لحظة بلحظة لو حضراتكم طبعا تبعتونا فشيء كان محترم جدا ومشرف جدا تفاصيل برضو إمبارح خليني أقول لحضراتكم يعني كان طبعا فيه مشاركة كبيرة النجوم الفن كانوا عمل أغنية اللي هي الأهلي القمة اسم على مسامة الآن بتألفها طبعا أيمن بهجة تأمر المتميز وشهدت الحفلة كمان حضور رؤساء أعضاء مجالس الإدارة السابقين كل النجوم الأهلي القدامى عدد من القائدات الرياضية الإعلامية الشخصيات العامة طبعا زي ما بنتكلم احتفالية تتشين النجمة العشرة اللي جات في إطار تطوير هنا بنتكلم شعار النادي الخاص طبعا بفريق كرة القدم بعد ما اتخذت الشؤون القانونية طبعا الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد مبارح برضو كان فيه لقطات مهمة لازم نتكلم عنها من اللقطات دي خلينا نبدأ بيعني ظهور البرج الأيقوني اللي احنا شفناه مبارح تم خلاله عرض مسيرة سريعة للبطولات مع كل نجمة من النجوم العشرة اللي توج بها الفريق خلال مسيرته ببطول الدوري أبطال إفريقيا خلينا نقول لحضراتكو كمان كابتر محمود الخطيب أكد أن البرج ده حيتم تصميمه في مكان المدرج القديم علشان زي ما بيتقال كده يكون براسا للأجيال الحالية والقادمة وحيضاء مفروض في الساعة العشرة يعني من كل ليلة فاعتقد برضو فكرة حلوة جدا نروح برضو لمشهد آخر والعملة عملة الأهلي كابتن محمود الخطيب أهدى كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كابتن باتسو موسيماني كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق عملة الأهلي بقى زي ما حضراتكو دلوقتي شايفين على الشاشة وهما طبعا بيستلموها وكان مشهد جميل جدا وعايز أقول لحضراتكو برضو كابتن محمود الخطيب يعني وجه التحية لعيب الفريق كلهم والجهاز الفني والإداري والطبي ودعاهم على منصة المسرح وعايز أقول لكم بقى حاجة تانية المشهد بتاع الجمهور والفريق بتاعنا بيصعد والهتفات اللي كانت موجودة حاجة كانت بجد يعني تاني تدعو للفخر بشكل كبير جدا حقيقي زي ما حضراتكو شايفين دي طبعا لقطات من مبارح كلنا كنا سعداء حقيقي بهذا التتويج الواحد كان حاسس ان هو والله اللي بيتكرم فعلا مبارح بقى كان فيه برضو من المشاهد الإنسانية الرائعة جدا 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 برضو خليني اقول لحضراتكو يعني والدة كابتن محمد عبدالوهاب الله يرحمه هذا يعني اللاعب البطل المحبوب اللي بنتكلم في سنين كتيرة جدا عدت ولكن مازال كل أهلاوي ومش هقول كل أهلاوي بصراحة أنا هقول كل مصري فكره مبارح المشهد كان إنساني جدا وكان رائع جدا والحاجة نجاة والدة الله يرحمه محمد عبدالوهاب كانت موجودة والتكريم اللي كل الناس مبارح بقى عايزة أقول لحضراتكو كل الناس كل الحضور مبارح وهي بتتكرم الحاجة نجاة وقاموا وقفوا وقاموا سقفوا وكله كان فرحان حقيقي بهذا التكريم وعايزة أقول لحضراتكو برضو أنا والزميل عزيز أحمد سمير مبارح يعني من اللقاءات اللي احنا أجرناها كان مع الحاجة نجاة وقعدت تتكلم معنا يعني وبتقول أنا حاسة أن أنا وسط أهلي أنا حاسة أن أنا يعني بتكرم بس أهلي اللي بيكرموني النادي الأهلي ما بينساش حد النادي الأهلي دايما يعني فيه ناس كتيرة جدا يعني تابع لي لحد هذه اللحظة سواء لعيبة سواء جهاز إداري أو غيره وحتى من الجماهير بيسألوا علي بيكلموني لحد هذه اللحظة فمتخيلين حضراتكو يعني المشهد قد إيه عظيم مبارح كمان كان فيه عرض ليه فيديو تسجيلي عن الراحل محمد عبدالوهاب والناس كلها كانت سمعية وكانت فرحانة وكانت بتدعيله فيعني ده من المشاهد اللي كانت مؤثرة حقيقة جدا بالأمس وكانت محترمة هي سيدة يعني جميلة بكل معاني الكلمة حقيقة أنا عايزة بس أختم مع اللحظة اللي احنا شايفينها دي لأن هي قالت كمان مبارح جملة كانت مؤثرة جدا خالوا حضراتكو يعني وهي بتتكرم قالت أنا يعني ابني ابن النادي الأهلي وتوفي في الأهلي يعني قالت لك هو ابن النادي الأهلي وروحه طلعت في الأهلي لا يرحمك محمد عبدالوهاب يعني يمكن زي ما بنقول دايما الجسد بيذهب لكن الشخص ذكرى وتاريخه بيفضل موجود مش هننساك أبدا أكيد من النشاهد الجميلة برضو مبارح كان يعني الفيديو التسجيلي برضو اللي اتعارض والتكريم ليه كابتن مؤمن زكريا هو يمكن ما كانش موجود طبعا ولكن يعني عايزة أقول لكم كانت روح موجودة معانا وكل الناس بتدعيله وكل الناس كانت فرحانة برضو بهذا التكريم يعني ليه لأن زي ما احنا عارفين وزي ما احنا متعودين النادي الأهلي ما بينساش حد النادي الأهلي ما بينساش حد مش معنى أن انت مثلا كنت لعب سابق أو مش معنى أن انت كنت لعب حالي وبعدين أصبت مثلا أو مش معنى أن انت حتى رحلت عن دنيانا وكنت بتنتمي لهذا النادي أن احنا ننساك ده عمره ما حصل وده عمره ما هيحصل ومن اللقطات برضو الحلوة مبارح يعني لو جات الكاميرا كذا مرة طبعا على كابتر محمود الخطيب قد ايه كان فخور قد ايه كان مبسوط بجد زي ما تكلم كده فيه ابتسام تبقى طالعة من القلب وفيه ابتسام تبقى ابتسامة مجاملة لا امبارح المشهد كان طالع من القلب فعلا فكلنا سعداء بالمشهد اللي شفناه وخليني اكمل مع حضراتكو برضو لان فيه حاجات كتير قوي حصلت امبارح انا عمالة افتيكر دلوقتي وانا بتكلم بس طبعا كان فيه تكريمات اخرى يعني لكابتر محرم الراغب هذه الايقونة وهذا الاسم الكبير جدا يعني المرتبط بالنادي الاهلي والمهندس عدلي القيعي برضو كان له تكريم كبير جدا وكان فيه يعني استقبال حار من الناس قد ايه الناس كانت مبسوطة كمان تم عرض فيديو تسجيلي استعرض مسيرة كابتر محرم الراغب كلعب طبعا سباحة في النادي وبعدين عضوية مجلس ادارة وبعد كده مدير تنفيذي للنادي وتم عرض ايضا فيديو تسجيلي بيتضمن مسيرة المهندس عدلي القيعي في خدمة النادي الاهلي والمناصب الادارية اللي تولاها والنجاحات الكبيرة اللي حققها للنادي وبرضو كابتر محمود الخطيب يعني كرم الثنائي ومنحهم طبعا زي ما حضراتكو شايفين درعا الاهلي وبعد التكريم بقى بعد التكريم المهندس القيعي وكابتر الراغب تكملا ليه السياسة اللي بيتتبعها المجلس برئاسة كابتر محمود الخطيب ده بيجي يعني في اطار تكريم الرموز اللي خدمه الاهلي بكل اخلاص طبعا وتفاني على مدار سنوات طويلة جدا في النادي الاهلي طيب نروح برضو من المشاهد اللي كانت جميلة مبارح جدا تكريم البطلة الأولمبياجي يعني فاروق يعني هذه البطلة هذه الايكونة اللي شرفتنا كلنا رفعت اسم النادي الاهلي ورفعت اسم مصر أكيد في المحافل الدولية وحاجة كانت مشرفة جدا وهي بنت جميلة جدا وكان بقى من المشاهد الحلوة ان كابتر زي ما حضراتكو شايفين كابتر محمود الخطيب كمان أهداها تي شيرت بيحمل رقم عشرة اللي هي النجمة يعني العشرة وده طبعا عشان الانجاز اللي هي حققته تتوجها بالميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيبي البطولة وكان تصفيق حار جدا من الناس وتحس برضو ان دي واحدة من بناتهم هي اللي بتتكرم يعني كان كمان كابتر محمود الخطيب كرم المعلق البحريني اللي قدم طبعا الحفل امبارح وكمان كان يعني تقديم حقيقي متميز جدا وأهدا قميص النادي تكريما لي وهو كان بيتحدث يعني ان هو بيعشق النادي الاهلي وان ابتدى كده الحفل يعني بكلمات كانت لطيفة جدا منه هو كان بيقول انا اكيد مامتي دعيالي ان انا اكون موجود النهاردة اكيد مامتي دعيالي والدعوة استجابت كمان ان انا اجي وقدم حفل ويعني واحد من اكبر النوادي في افريقيا ويمكن كمان ان شاء الله قريبا في العالم فلمسة كانت جميلة وكلمات جميلة وهو ما يعني ما قالش كلام غلط فعلا حاجة مشارفة جدا ومش بس الاهلي رفع رأس المصريين حقيقي لا احنا لو هنتكلم بقى هو رفع يعني رأس العرب لان لما نيجي نتكلم من نادي افريقي عربي بيصل لمحافل دولية وبيرفع اسم الوطن العربي فدي حاجة اكيد مشارفة لنا كلنا كعرب خلينا نستكمل مع حضراتكو لان فيه كلمات بقى لازم نسمحها بنفسنا كلمة كابتن محمود الخطيب حاني بدأ بيها العبر مبارح ده ممكن تقول لحضراتكو عن ساعته يعني الغالية باحتفالية تدشين النجمة العشرة وقال ان اليوم ده هو يوم تاريخي فخورين وسعداء بيه وقال نفسا كده نبقى امام حدث تاريخي لاجد كلمات مناسبة لشكر المولى عز وجل على الانجازات اللي ننجحنا فيها ونجحنا وحققناها وطبعا وجه الشكر لمجالس ادارات الاهلي المتعاقبة خاصة ان جميع او الجميع هدفه واحد وهو خدمة النادي الاهلي